موسيقى هذا يدعو للتفاؤل رئيس وزراء إيران في العراق يستقيل وحكومة إيران وحزب الله رئيس وزراء حكومة إيران في العراق يستقيل أخي وصديقي عادل عبد المهدي لم يكن رئيس وزراء دولة العراقية كان رئيس وزراء حزب الله رئيس وزراء طائفي بشكل مقيت ورئيس وزراء الجارة إيران عادل عبد المهدي نعم هو صديقي أنا أتحدث عن صديقي أبو هاشم هذا من بعض فهذا شيء جميل أن نرى الأخطبوط الإيراني أخطبوط الفساد القتل الإرهاب يجبر على الاستقالة والتراجع حسن نصر الله دجال وقاتل وإرهابي وقدر ويجب أن يقام عليه الحد في المحاكم العراقية لعشنا حسن نصر الله ما ليقام عليه الحد الإسلامية نغيرها لا 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 في المحاكم قلت في المحاكم يعني القانون يعني المحكمة من يمثلوا المليشيهم الحرامية وقتل يزعل ما يزعل أبو العصائب أبو ما يزعل أبو النجباء ما يزعل تيار الصدري علي أين ينتبه وأن تكون مزعلانين عليك مزعلانين عليك ما خلي يزعلون الساعة اليوم متونسين ما لدي نزعج أهن بكلمة لقير وبئس المصير لا خلي يزعل هل الحقيقة أن العراقيين وما دار على مدى 17 عاما هم ضحية للصراع الأمريكي الإيراني لا ضحية فترة الرئيس أوباما عندما يأس أو اقترح أو فكر في أن يذهب إلى كسب إيران على حساب العراق كنا ضحية وكان هناك داعش وقتلى وشهداء والسنزاف للموارد واستفحل الأخطبوط الإيراني كما شفنا يعني ما يصير رئيس وزراء اللي يبارك طب طب على اشتاف فلان اللي مات وما يصير رئيس مجلس النواب اللي يروح يزوره يقول لأنت أخوة شوليد روح يسوه هذه الفترة انتهت الحقيقة هناك إيرادة إيرانية شريرة ليس فقط في العراق في إيران في لبنان في سوريا في اليمن في الخليج هذه الإمبراطورية هذه الإمبراطورية المشعوذة المتخلفة أستاذ مثال لم تكن نتيجة صراع وتوافق فقط إيراني أمريكي كان نتيجة الفساد الفضيع لدى الأحزاب الإسلامية ومليشياتها الإرهابية إله الفصائل الولائية إلههم يخشى الصدام مع أمريكا وزمرة الإلاخ القاعد في طهران على كرسي العرش يخشون الصدام في أمريكا ولما أمريكا قتلت اثنين من الزعماء هذه المنظومة الولائية الباقين كلهم تبخروا بعد ما نشوفهم ما نعرف بيوتهم سواء كانوا داخل العراق أو خارج العراق وبالتالي أنا بحاجة إلى وجود عراقي أمريكي استراتيجي ثقيل حتى هذه الخزعبلات هذه الولائيات هذه هذه المسعطة عبارة عن صراق لصوص قتل مزورين مصلطين على الدولة العراقية